تتابع مديريات الشرطة حملاتها التوعوية في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وفي هذا الإطار تعمل مديرية شرطة المحرق على توعية المواطنين والجاليات الأجنبية بأهمية التقيد بمنع التجمعات وضرور عدم الخروج إلى الضرورة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة عمل متكامل تقوم به كافة الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية للحد من انتشار كورونا وفي هذا الإطار تتابع مديرية شرطة محافظة المحرق جهودها التوعوية التي تشمل المواطنين والمقيمين بهدف التأكيد على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في مكافحة كورونا قامت المديرية بالعديد من الجهود سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي وكانت المستوى الخارجي بتأسيس فرق مختصة فرق معهلة تم تأهيلها من قبل المديرية بكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات وكذلك اعطاها دورات متخصة في تقديم التوعية وكانت تشمل التوعية هي تقديم المطويات للأهالي بعدة لغات مختلفة وكذلك المرور على الأماكن العامة والمنتزهات والتأكد من تطبيق القرارات الصادرة من سيدي معالي وزارة داخلية وكذلك من لجنة وطنية حيث قامت مآخرا بتنفيذ البيان وزارة الداخلية لنظم عملية الخروج في الشوارع والمنتزهات العامة وكذلك ينظم عملية ارتياد المحالة التجارية التي تضمن وضع المسافات الأمان فكانت دورياته تفتار على هذه المناطق للتأكد من سلامة الإجراءات المجتمع البحريني مجتمع واعي متفاهم ملتزم بجميع القرارات التي تصفي مصلحته وندعوهم أن نتواجد رجال الأمن ليس هو هدفه والحد من حرياتهم ولا حقوقهم في مارسة حياتهم الطبيعية ولكن تواجدنا واتخاذ هذه الإجراءات المبنية على قرارات صادرة من سيدي معالي وزارة داخلية هي للحد ولسلامتهم وسلامة جميع المواطنين فهي في صميم مصلحة المواطن والمقيم داخل البلاد وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية ومشاعر الولاء والانتماء الرفيعة يتدفق المواطنون على منصة التطوع للمشاركة في هذه الأعمال الوطنية التي تعكس وعيا وحبا للوطن نحن صراحة نشكرهم على الاستراتيجية التي يمشون عليها ولحظنا قبل الفترة الحاملة التي تقوم بها خدمة المجتمع سبحان الله في يوم واحد بدأت تتوعيهم لأنها قررت توصل لكل شرائع المجتمع من مواطنين ومقيمين بحيث أنها تتكلمهم باللغة التي يفهمونها وبلغاتهم من ناحية توعيات يستخدمون التواصل معهم بالمكبرات الصوت وطرق متناوعة في توصيل المعلومة للمقيم مثل ما شفنا أن شرطة المجتمع كيف وصلت حق المواطن البحريني في كل مؤسسات المجتمع المديني شفنا في وسائل التواصل الاجتماعي كيف أنهم ينزلون حق المواطنين وينزلون حق المقيمين وأيضا يخاطبونهم بلغاتهم باللغة الأجنبية فشفنا هذه بادرة جميلة من شرطة المجتمع ويبقى التقيد بالتدابير الاحترازية أمرا أساسيا في الحماية وتبقى حيوية المجتمع وتضافر أفراده من علامات الوصول إلى نهاية للأزمة اشتركوا في القناة